سبحانه وتعالى أعطى المرأة في الدين الإسلامي جميع الحقوق والله حتى في العصر الحاضر عندما ننظر في القوانين والله لن نجد مثل الإسلام في حفظ الحقوق للمرأة نعم لأنهم الآن جعلوا المرأة سلعة تباع وتشترى تستعمل في الدعاية في الإعلان حتى أنه جعلوها تستعمل للمتعة فقط و لا تتزوج ولا كلها أولاد ولا كلها أسرى لقد أصدقوا بها مجتمع مجتمع. لا يصدقون بها. لا يصدقون بها. لا يصدقون بها.